ورحمة الله وبركاته عقوبة قهرباء قبل الآلان عنها رسميا الزمالك يتواصل مع فيفا جماهير الزمالك تسخر من تأجيل قرار عقوبة قهرباء لجنة الانضباط والاتحاد خايفين من الأهلي الهلال السوداني يرد بقوة على شك وقهرباء كشف مصدر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لقرة القدم حقيقة يقاف محمود عبد المنام قهرباء لأفريق القرى الأول بنادي الأهلي على هامشك والزمالك ضده عقب مباراة القمة وإشر المصدر إلى أن كهرباء سيتعرض للايقاف من 4 إلى 8 مباريات والقرار قد يزدر عقب مباراة الأهلي ضد ساندوينز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم أوضح المصدر أيضا أن لجنة الانضباط ترى أن كهرباء أقام بتوجيه هتفات موسيقى مع جمهور الأهلي عقب مباراة القمة ضد زمالك أقام الجماهير الزمالك بالأعتراض على فكرة تأجيل الأعلان عن العقوبة عقب مباراة ساندوينز من خلال تعليقات غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الزمالك يتواصل مع فيفا لحسم موقف كهرباء أرسل مسؤول نادي الزمالك خطاب الالتحاد الدولي لقرة القدم للاستفسار منه عن موقف قضية كهرباء بعد صدور قرار من قبل لجنة الانضباط بتعديل بند الفائدة على الغرامات إلى 18% بدلا من 5% وطلب مسؤول زمالك من الفيفا بتوضيح الموقف بشأن محمود عبد المنام كهرباء وهي حق للزمالك الحصول على قيمة الغرامة بعد الزيادة من عدمه وسبق وحصل زمالك على حكم بالحصول على ما يقرب من مليوني وربعمائة ألف دولار من كهرباء قبل يستأنف الأخير وترددت أنباء قوية في الساعات الماضية بشأن لجنة الانضباط بالتحاد الكراء المصري وتخذها قرارها بشأن واقعة محمود عبد المنام كهرباء لعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال مباراة القمة في الدوري الممتاز أمام زمالك وكان قهرباء قد احتفل مع جماهير الأهلي عقب مباراة القمة في الدور الأول وهتف مع الجماهير هتفات اعتبرها مسؤول الزمالك تجاوز في حق القلعة البيضاء وبها ألفاظ خادشة للحياء وبناء عليه تقدم الزمالك بشكوى ضد اللعب بيان شديد اللهجة من الهلال السوداني يرد على شكوى الأهلي رد الناري من الهلال السوداني على شكوى الأهلي الاتحاد الأفريقي لقرة القدم من خلال بيان شديد اللهجة ونفى الهلال السوداني في بيانه لاتهمات الموجهة من إدارة الأهلي بشأن عدم توفير وسائل نقل اللائقة وغمر غرفة خلال ملابس بمياه الصرف الصحي وعدم الالتزام بأقامة المباراة بدون جمهور رد الهلال في خطابه للاتحاد الأفريقي بعد اللاب الصور ومقاطع الفيديو مؤكدا أن إدارة النادي التزمت تماما بكل تعليمات الاتحاد الأفريقي وأن النادي الأهلي معاود على ذلك كما اتهم الهلال السوداني محمد الشناوي وحارس وقائد الأهلي بأنه المحرض الأساسي في واقع الاشتباك مع طبيب الهلال والذي حاولت دفاع عن نفسه وأشار الهلال السوداني إلى أن لعبي الأهلي تعمدوا إلقاء الزجاجات الفارغة عقب نهاية اللقاء على أنصار الهلال المسموح لهم بالحضور في المدرجات وأكد الهلال في بيانه أن هذه التجاوزات والتهديدات مدعمة بمقاطع فيديو في خطاب الرد الاتحاد الأفريقي وبرر الهلال السوداني خطابه للكاف بأن شكوى الهلال هي عادة مستمرة بعد كل خسارة في الخرطوم لتخفيف خيبة الأمل والجماهير وخسر الأهلي أمام الهلال السوداني واحد سفر في مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية والتي يتصدرها الأخير بتسع نقاط وخلفه سانداونز الجنوب أفريقي بسبع نقاط ثم الأهلي بأربع نقاط والقطن الكاميروني بلا رصيد